السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير ولا الف خير اليوم ان جمتكم وصفت لكيش اروع واسهل كيش مكونات جد بسيطة و جي بنينة بزاف كيش بتجاج ولا اروع ولا اسهل اني قسمت هنا احبا قدامكم و تشوفوا لاباتحا كيفاش جي بنينة مام لعفاقس جي بنينة وسهلة ولا اروع كما راكو تشوفوا نحو نبدو بلزان كاديان مكونات نبدو بلابات عدنا هنايا 250 غرام ميتل وخمسين غرام متاع فارينة نزيدو عليها مية وخمس وعشر غرام متاع مارغارين مية وخمس وعشر غرام مارغارين ميتل وخمسين غرام متاع فارينة نزيدو عليها الملح على حساب الضوغ ومورف صغيرة نتاع لمطاقت وشوية نتاع للوفير شيميك الخميرة كيميائية مديو الساشي كاع غي شوية نبقاو نبسو في لابات نبسو غاية لاباتك شو ندخلو هاداك الدهان نتاعنا في الفارينة نديرو لنا حبا بيت نخلطوها ونبقاو نزيدو حتى نتلمنا لابات كاين دفوع نديرو حبا كاملة ودفوع غنصها من تلمنا لابات نحبسو على عدنا ميتل وخمسين غرام متاع فارينة مية وخمس وعشر غرام متاع مارغارين والملح وشوية نتاع لابات وشوية نتاع للوفير شيميك ونبسو لابات تعنا نزيدو الحبا بيت نبقاو نخلطو حتى نتلمنا لابات نزيو كفش منعجنو هاش الليمو لابات غي بسبعنا حتى تولينا اون بات كي ما راكو تشوفو تريا مشي قاسحة ومشي جارية نغطوها في ساشي ولا بابة في فين وندسوها نحو نوجدو لافخ سعنا نديرو المقلة سعنا نديرو فيها شوية دهان وشوية زيت خلوها تحمى نديرو فيها حبها بصل صغيرة نقطعها بتيدة نخلوها تتقلى من بعد ما يتقللنا البصل نزيدو عليها شوية اسكالوب مقص بتيدة نديرو فوق البصل تعنا من بعد ما تقللنا نزيدو عليها شوية توم غبرة وشوية نتاع الموتارد وتكون مكونات جد بسيطة شوية نتاع اسكالوب دهبولي ولا دودان لدينا كيش كبيرة وبنينا لدينا هادك الاسكالوب دهبولي ولا دودان لدينا عمليه شوية موتارد شوية توم غبرة شوية حرور شوية سكنجبير وهنا إلا عندكم جنبو دجاج نديرو سينو نديرو غير ملح لانت الجنبو دجاج لما بغيش تتعمله نديرو الملح نديرو هيا كاس نتاع حليب هنا ننجمو ونزدنا عليها موسو طاع فرامج نجمو نحاكمو كاس تحليب نميكسوه مع موسو طاع فرامج ونبدعد نديرو ومغرف فارينا سينو في المقدة نديرو كاس حليب مغرف كبيرة انتاع فارينا موسو شوية كبير انتاع فرامج ومغرف انتاع زيت او لا زيت زيتون نزيدو علي هان هي شوية دحرر كشور بش من نقعدو ش نوجدو باش عمل وحدها و نديروها وشوية فرفلة حمراء نديرو كي من هاكا مام هاداك الحليب والفرامج كين طيبوهم عند الاسكاروب بتاعنا والبصل كشور يدي هاداك البنون اللي كان لاسقنا في المغلاء الوقت جيبنينا على اللي نوجدو باش عمل وحدها ونوجدو الجاج والبصل وحدها من خلطوهم كي ما راكو تشوفو وخلو حتى الفرامج يدوب ومام لافاقس كشور كي ما راكو تشوفو شوية تقيلة هاداك الفارينا غادي يتقل لك الحليب نخلوها تبرد ونروحو نكملو لابات تاعنا اللي كانت شوية ريحت كشور نوجدو لابات نخلوها تريح نوحو نوجدو لابات تاعنا كي ما قدسكم هاديك لابات تاعنا كي ما قدسكم هاديك لابات تدرنا قلينا البصل مع الجاج ودرنا فيها لزي بيس من بعد ما طابدنا درنا فيه كاس تحليب مورف انتع فارينا مورسو تاع فرامج وشوية ملح وشوية حرور شوية فرس الحمراء غي شوية مشي بساف ونخلطوهم خلوهم حتى تتقل لنا كشور تديننا هاديك البنون اللي كان لازقنا في المغلاء ونخلو لابات تبرد ونجو هنا لابات نحلوها درنا نديرو ساشي ولا بابي فيلم تحتا باش ما نقعدوش نزيلو في فارينا ولا بات تلسقنا في الرولو نحلو لابات نعودو نديرو مرفوقة تاني بابي فيلم ولا ساشي ونحلو لابات تاعنا نحكمو الملتعنا كما راكو تشوفو انا الملتعنا اللي كان صغير نجمو لابات لتبقى نديرو ها في المول صغر نربحو كشو الشحال من الطاقتولات ولا باخات ما الحين نديروهم تاني سينو نديرو كما راكو تشوفو كيش كبيرة نديرو ها في المول صغر نديرو ها في المول صغر نديرو ها في المول صغر ندقبو ها غاية بالفرشادة الفوق تعني يكون حمين دخلو ها تحمق طيب قلودو انشاء اللي ها من تحت كي ما راكو تشوفو سيبون طابت ماام لابات تاني راهي طايبة نديرو ها في المول صغر بعد ما طابدنا طابدتنا لابات كي ما قلت لكم نديرو لابات تاني ثلث نديرو نديرو ها من الفوق تظرو ME نديرو ها الفوق نشاوليها من تحت ونجبها حتى انتم حمرنا فوق AI نضيفها من فوق نضيفها حتى نضيفها من فوق ونخرجها بسكود نتمنى أتعجبكم الوصفة ونجربوها إن شاء الله كما قلت لكم أجلت لكم هذا الوصفة سهلة وبنينة وخفيفة مكوينة جدا بسيطة نتمنى أن شاء الله تجربوها وتعجبكم على بغشان بسلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة